اشتركوا في القناة وفي مستهل اللقاء رحب سموه بالابطال ونقل لهم تحيات وتهانية جلالة الملك المعظم وتمنياته ايده الله لهم بدوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم الرياضية وقال سموه نعرب عن اعتزازنا وفخرنا بانجازاتكم المشرفة التي سطرت نجاحات جديدة تضاف لسلسلة النجاحات التي تحققت في الرياضة البحرينية والتي جاءت بفضل دعم ورعاية ودعم سيد الوالد ملك البلاد المعظم الذي دفع رياضة نحو التألق والتميز واحراز الانجازات التي عززت من المكانة المرموقة لمملكة البحرين على خارطة الرياضة العالمية مثمنا سموه مساندة واهتمام ودعم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للرياضة الذي اسهم في تحقيق المنجزات في هذا القطاع الحيوي واشهد سموه بجهود ومتابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في رسم الاستراتيجيات التي ساهمت في الارتقاء بمستوى الالعاب الرياضية ودفعت بالرياضيين لتشريف الرياضة البحرينية وقال سمو الشيخ خالد بن حمد مستمرون في رعايتنا ودعمنا لجميع الرياضات من خلال اطلاق البرامج والخطط الهادفة الى رفع المستويات على الشكل الذي ينهض بالمنظومة الرياضية ويهيئ الاجواء المثالية للرياضيين نحو تحقيق المزيد من النجاحات للرياضة البحرينية مشيدا سموه بالمستويات الفنية الكبيرة التي قدمها ابطال البحرين في مختلف المشاركات والتي برهنوا من خلالها على ما يمتلكه الرياضي البحريني من سمات ومميزات تدفعه لاحراز النتائج المشرفة التي تعزز من موقع البحرين على خارطة الرياضة قاريا ودوليا وخلال اللقاء القاس عادت دكتور عبد الرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة كلمة عبر فيها عن مدى الفخر والاعتزاز بالانجازات المشرفة التي حققها ابناء البحرين في النسخة الثالثة لدورة الالعاب الخليجية التي احتضنتها دولة الكويت الشقيقة وكذلك المشاركات الرياضية المختلفة من جهته ألقى سعدت السيد فارس مصطفى الكوهجي الأمين العام لللجنة الأولمبية البحرينية كلمة أكد فيها أن اللجنة الأولمبية البحرينية مضية في تحقيق المزيد من الإنجازات انطلاقا من مسؤوليتها في دعم ورعاية المنتخبات الوطنية وهو ما أثمر عن تحقيق سلسلة من الإنجازات الإقليمية والقرية والعالمية موسيقى 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 موسيقى